موسيقى يا مساء الخير على كل مشاهدي خناة النادي الأهلي براحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا حلقتنا النهاردة أكيد فيها كلام كتير وأخبار كتير عن النادي الأهلي طبعا الفريق الأول خلاص أفل صفحة مباراة الداخلية اللي كانت مبارح وللأسف الفريق تعادل فيها 2-2 ويبتدي بقى مرحلة جديدة تماما ليه في بداية يناير إن شاء الله مع المدير الفني الجديد مارتين لاسارتي واللي حاليا بيقود أول تدريب ليه للفريق استعدادا بإذن الله لمباراة فيرميدز اللي جاية اللي تكون إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية طبعا هنقوله في كل تفاصيل التدريبات النهاردة من خلال مراسلنا المتواجد هناك دلوقتي وكمان مدى مصدقية كل الأخبار دي طبعا إحنا عارفين إن فيه أخبار كتير دلوقتي موجودة على الانتقالات وإن النادي الأهلي ضم لعيبة جديد أو لسه يضم لعيبة جديد النادي الأهلي ليه سياسة طبعا واضحة جدا في موضوع التعقدات ودايما بياخد الطريق السليم والمشروع في الصفقات الجديدة وأي أخبار على الصفقات الجديدة دايما بيكون من خلال المنظومة الإعلامية للنادي الأهلي يأما هنا في قناة النادي الأهلي أو من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي النادي الأهلي كان طبعا واضح في كل صفقاته ولضمها لحد دلوقتي زي محمد محمود، محمود وقحيد، جيرالدو، رمضان صوفي أما بالنسبة لقل صفقة حسين الشحات النادي أعلن أنه فعلا فيه مفاوضات ولسه المفاوضات دي مستمرة وإن شاء الله لما نادي الأهلي يحسن الأمور سيكون الإعلام برضو من خلال منظومة النادي الأهلي الأعلامية فنفس الوقت من خلال التلفزيون بتاع النادي الأهلي ومن خلال موقع النادي الأهلي طبعا عايزكوا دايما تتابعونا هنا عشان تعرفوا الأخبار الحصرية الحقيقية من خلالنا ومن خلال موقع النادي الأهلي كمان هيكون عندنا النهاردة جولة في الأخبار المحلية والأخبار العالمية وأخبار محترفين في الخارج وكمان في جولة كبيرة في السوشل ميديا ويكون ضفنا نهاردة أستاذ طارق الأدور ناقد والمعلق الرياضي وكالعادة بنبتدي معيك وحلقتنا بأهم العنوين لا صارت يقود تدريبات الأهل اليوم لأول مرة الفريق الأول يبدأ استعداداته لموجهة فيرميت ففقات الأهل الجديدة تظهر في تدريبات الفريق الأهل يتمسك بحكام أوروبيين في مباراة بيرميت الأهل يبدأ دراسة منافسي في دوري الأبطال اتحاد الكرة يجدد رفض اعتماد لاعب شمال أفريقيا كمحليين في الدوري محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديد في الدوري الأنجليزي مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نبتدي معيك وحلقتنا في الكلام في الميديا خليكوا معي رجعنا سريعا ونطبع بنتدي حلقتنا دايما بأهم الكلام اللي تقل على النادي الأهلي في الجرائب الأهرام الأهلي يخطف نقطة من الداخلية في مباراة دراماتيكية الأخبار التعادل 2-2 وأهدر فرصة المربع الدهبي والقائم وأزاروا يحرمان الأهلي من الفوز المساء الأهلي يفلت من حملة الداخلية حامل اللقب خطف التعادل 2-2 في الدقيقة 95 بعد مباراة متيرة أخبار الرياضة الأخطاء الدفاعية تسقط الأهلي في كمين الداخلية الأخبار المسائي الأهلي يفلت من كلبش الداخلية أخبار الرياضة صفقات الأهلي الشتوية ضرب نار صبحي أقوى الدربات ورهان على محمود وحيد وجيرادو أخبار الرياضة الأهلي ويرفعون شعار من أول يناير مفيش خساير الرهان على لسارتي واستفقات الجديدة عودة شخصية البطن في 2019 الجمهورية لسارتي يبدأ المهمة الصعبة مع الشياطين الأهرام لسارتي يقود الميران الأول مع الأهلي اليوم استعددا لموجهة بيرميتز روزل يوسف يوم ضرب نار في الأهلي لسارتي يقود أول ميران ورمضان يشارك وترقب لبغور محمد محمود دي كانت أهم العنوين اللي تقالت على النادي الأهلي من المبارح لنهاردة فرينجورويد واستريعا كده هاخدكوا على المواقع الإلكترية ونشوف إزاي تناولت أخبار النادي الأهلي الموقع رسمي للنادي الأهلي الأهلي يبدأ الاستعداد لموجهة بيرميتز الموقع رسمي للنادي الأهلي لسارتي يكتمع مع جهازه المعاون قبل ميران الأهلي بوابة أخبار اليوم اليوم لسارتي يبدأ في قيادة الأهلي بوابة الأهرام أحمد فتحي يخضع لفحص طبي قبل انطلاق ميران الأهلي الشروق الأهلي يبدأ دراسة منافسي في دوري الأبطال اليوم السابع جيرالدو يشجع لابيرتول بسبب صلاح وحزين لعدم مشاركتي مع الأهلي في إفريقيا دوت مصر الأهلي نتمسك بحكام أورفيين في مواجهة بيرميتز ونرفض العرب يلا كورا مصدر باتحاد الكورا تاقم حكام أورفي الأقرب لإدارة لقاء الأهلي وبييرميتز في الجول مصدر من الأهلي في الجول أذاره لن يرحل وسان ستيفو خارج الحسابات كورا ماركوفيتش يصل القاهرة لقيادة يد الأهلي نروح معاكم سريعا لأهم تفاصيل أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت وهنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الأهلي لألن الفريق الأول لكورة القدم النادي الأهلي بدأ النهار دا استعداده لمواجهة بيرميتز ومنقررية إن شاء الله الجمعة اللي جاية في إطار منافسات مسبقة الدوري العام فضل الجهاز الفاني إن هو يعمل تدريبات النهاردة من غير ما يدي لعيب أي راحة سلبية بعد خوضه لمباراة الداخلية مبارح بسبب دي الوقت وطبعا عشان يقدر يستعد بشكل كويس جدا لمبارات يوم الجمعة اللي جاية النادي الأهلي تعادل مبارح أصاد الداخلية 2-2 في المباراة المؤجلة ما بين الفرقين من الجولة السادسة في الدوري المصري الممتاز ورفع رصيده لـ 24 نقطة في المصابقة المحلية نسم كاملين أخبار النادي الأهلي من على الموقع الرسمي والموقع الرسمي قال أن الأروجياني مورتين لسارت المدير الفني الجديد للنادي الأهلي عمل جلسة النهاردة مع الجهاز المعاون قبل ما ينطلق تدريب الفريق عشان يحط خطة التدريب خلال الفترة اللي جاية بعد ما تولى المهمة رسميا وشهدت الجلسة الكلام عن المرحلة اللي جاية ووضع كافة الترتيبات الخاصة بالوحدات الفنية والتدريبية والله يقضى عليها اللعيبة تحت قيدة المدير الفني الجديد بالإضافة للكلام عن كل الأمور الفنية والمتعلقة بالفريق أكيد كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن الأروجياني مورتين لسارت المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قاد تمرين الفريق مساء اليوم يوم الحد للمرة الأولى استعداداً لمواجهة بيرمت والمقرر يوم الجمعة اللي جاية في إطار منافسات الدوري الممتاز ولسارت يوصل القاهرة أمبارح وأول أمبارح قادم من بلاده وبعد انتهاء الأجازة اللي حصل عليها بعد تقديمه في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تواليل مهمة رسمياً يذكر أنه لسارت تواجد في مباراة الداخلية أمبارح وتابع اللقاء برفقة الجهاز المعاون من المأسورة الرئيسية لستاذ بيترو سبورت ويتولى الأمور الفنية بشكل رسمي بداية من النهاردة يوم الحد كمان بوابة الأهرام قالت أن أحمد فتحي ظاهيري لأيمن للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي خضع لفحص طبي قبل ما ينطلق تدريب النهاردة عشان يتطمن عليه الجهاز قبل بعد طبعاً صبته كمان فتحي غادر مباراة الداخلية أمبارح يوم السبت بعد ما اشتكى من ألمس العضلة الأمامية وحل كريم نتبذ مكانه في الشوط الثاني من المباراة عشان نتطمن النهاردة على تدريب الفريق وكمان نعرف إيه اللي حصل فأول تدريب يقود ومعتين لصائف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بينضمننا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من أستاذ مختار التتش مساء الفل عليك يا شريف عليك شريف كل مشرقات الأهلي في كل مكان وكل صورة مطابعة نجير عليك وعلى كل مشرقات الأهلي شريف عايز أتعرف منك بقى النهاردة الأجواء كانت عاملة إزاي النهاردة طبعا التدريب الأول بقية مارتين لصائف المدير الفني الأوروغياني الجديد اللي طبعا بتولى رسميا المسئولية من النهاردة كلينا أقول لك يمكن بالفعل يمكن التمرين مستمر أمامي يمكن في تأسيمة بيقوة طبعا المدير الفني الجديد مارتين لصائف يمكن التدريب مفهو كانت الساعة أربعة يمكن ضقة ساعة العمل زي ما الناس يتقول يعني روح جديدة شكل جديد في تمرين النادي الأهلي يمكن تنفيك تماع مع الجهاز الثاني يمكن التعربعة لتنزل مدير الفني مع الجهاز كله والكامل وقف حوالي 20 دقيقة في الملعب أعقابه ونزول اللعبين طبعا كان فيه جلسة حوالي 5 دقيقة ما بين مدير الكرة الكابتين سيد عبد الحفيز مع المدير الفني الجديد مستر مارتين لصائف حوالي 5 دقيقة في رمضان صبحي النهاردة بيشارك فيه أول تمرينة بيشارك النهاردة محمود وحيد بيشارك النهاردة محمد محمود يمكن سبقات مديدة بتعلق فيه التأسيمة أمامي جلد المهاجم الألنجوني يمكن النهاردة بيحرز هدف عالمي في التأسيمة قدامي رمضان صبحي بيتعلق فيه التأسيمة محمود وحيد بيتعلق في الأفراس بكل دقة محمد محمود شكل وصفقة من الألعار الصقيل كان فيه النهاردة جلسة أيضا مع محمد هاني وليد سلمان برضو مع المدير الفني حوالي 3 دقائق يمكن تدريبات البدنية كانت في بداية التمرين ثم تدريب بالقرى الضغط من نمسا واحدة والضغط على الخصم ثم تأسيمة في مساحة ضيئة بيجريها الآن لعيبي النادي الآلي تدريب الحراس مستمر على الأعلى مستوى كابتن شناوي علي لطفي مع طبعا المدير الحراس أو مدرب الحراس كابتن طهر سليمان يمكن فيه جلسة شايفة أمامي حوالي ممكن بالعشر دقائم بين كابتن طهر سليمان وكابتن شريف إكرامي اللي نعرضه ما شاركش بقوء يعني في التدريب الكورة كان في تدريب بداية بس بيشارك فيه عشان شارك في المباراة وكان بيساعدوا أيضا فيه التدريب مصطفى الشويري اللي شارك أيضا فيه مباراة شعاب الأهل بالأمس اللي كان فيه تعادل فيها مع فريق المطورون العرب يمكن يتعين مستمر رام ربيعة محمد نجيب صلق بقصن سعد سمير يمكن الأربعة كانوا بيتأهلوا منذ قليل أحمد فتحي حاضر بس ما ممشاركش خالص فيه صحيح نسمعنا إن هو خضع على فحص الطبي قبل تمرين النهاردة قبل ما يبتدي تمرين النهاردة ممكن تتمنع عليه أحمد فتحي أنا شوفته موجود وخرج من الثاني طبعا خروج الدكتور خير محمود عشان خاطر أسأله ولكن لما يكون فيه إصابة متعودين نازل يصبر يوم علشان خاطر نعمل إشاعة ويباني النتيجة هو عنده العضلة الأمية من وجهة نظري مش هبان قبل بكرة عشان إذا الدكتور يحكم خير محمود على موقفه من الغيابات هيبقى قد إيه طبعا تدريبات خاصة لشاركه بالأمس يمكن تدريب بدني مع مدرب الأحمال الجديد تدريب بدني إطالات وستريتشات وبعد كده دخلوا الجيم وبعد كده يرجعوا تاني استريتشات في الملعب ثم الاستشفى الجهاز التلجئ أو المخطف زي ما بيقولوا يمكن زي ما قلتلك الوفود الجديدة المشاركين كده صبخات الأهل الجديدة تتقال لك في منعب مختارة تشأماني رمضان صبحي يمكن من الوهل الأولى خاطف كل الأنظار عاوز يعمل حاجة محمود وحيد محمد محمود في روح جديدة في انضباط في الكل بيتصابق الكل عاوز ينال ثقة الراجل الكل عاوز يحجز مكانة في تشكيلة الأهل في المباراة مقبلة مع برامة يوم الجمعة لبإذننا نتمنى الفوز فيها للنادي الأهل شكرا لك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهل من أستاذ مختار التتش طبعا دلوقتي لسه مقابلاته من شريف شعبان ده تبريب الأول بقية مارتين لصورة المدير الفني الجديد للنادي الأهل عندنا كمان خبر بيقول ان لجنة المسابقات في اتحاد الكورة المصري قررت ان طبعا لقاء النادي الأهل هيكون قصاد بيرمنزيوم الجمعة لجاية الساعة ستة مساء بدون جمهور مش هيحضر جمهور في اللقاء القادم للنادي الأهل وطبعا مباراة دي هي مباراة فيرمز مش مباراتنا احنا مش مباراتنا نادي الأهل نرجع تاني نكمل أخبارنا معاكم ونروح لبوابة أخبار اليوم أو الشروق الأول القالة تتجرب العام في الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهل قال ان الجهاز الفني بدأ ان هو يجمع بعض المباريات الخاصة بالفريق المنافس أو بالكل الفرق المنافسة طبعا في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وزي ما انتم عارفين طبعا القرعة عملت أول مبارح قرعة دوري أبطال أفريقيا عملت يمبل الجمعة جي النادي الأهلي على رأس المجموعة الرابعة ومعاها أنديت سيمبا تنزاني بيتا كلاب الكنغولي وشبيبة الثورة الجزائري وقال كمان ان الجهاز الفني بيسعى ان هو يجمع أكبر قدر ممكن من المباريات أو من الفيديوهات الخاصة بالمباريات الخاصة بقى الأندية اللي هي وجهها النادي الأهلي عشان يدرسوا كل كبيرة وصغيرة قبل ما يواجهوا بيتا كلاب الكنغولي في الجولة الأولى من دور المجموعة ومقارنها يوم 11 أو 12 أو 13 يناير اللي جاي نادي الأهلي طبعا صعد لدور المجموعة في دول الأفطال على حساب جيما أباتفار الأثيوبي كمان اليوم السابع قال ان كشف الأنجولي جيرالد ولاعب النادي الأهلي الجديد انه بيشجع فريق لابرفول الإنجليزي بسبب عيشقه لطريقة لعب الفرعون المصري محمد صلاح وقال ان صلاح من أفضل لعيبة العالم وانه لا يقل عن ميسي وكريستيانو رونالدو وقال كمان ان هو كان طبعا متضايق جدا انه راح النادي الأهلي ومش هيقدر ان هو يشارك مع النادي الأهلي في البطولة الأفريقية بسبب ان هو شارك مع فريق أول أغسطس وقال كمان ان هو بفضل عرض النادي الأهلي على العديد من العروض اللي جات اللي في الفترة اللي فاتت بسبب عيشقه وحبه للنادي الأهلي كمان بوابة الأهرام أو دوت مصر اهلت ان النادي الأهلي يتمسك باستقدام حكام أرفين لإدارة مباراة الفريق وساط فيرميدز ومقرر لها ان شاء الله 4 يناير اللي جاي في اللقاء المؤجل من الجولة التامنة لبطولة الدوري الممتاز وقالت مصادر في النادي الأهلي احنا بنرفض الأنباء اللي ترددت بشأن صعوبة استقدام حكام أجانب مباراة فيرميدز وقال كمان ان النادي الأهلي بيرفض تماما استقدام حكام عرب أو من أسيا بحسب الإتقال وطبعا مسؤولين الجبلية عندهم حجة دلوقتي اللي هي أجازة الكريسمس وهم بيقولوا الأفضل ان هنجيبوا حكام عرب بسبب أجازة الكريسمس وكمان أكد المصدر ان اتحاد الكورة حدد معدن مباراة من أسابيع وكان قصاده موضة طويلة جدا ان هو يتفق مع أي حكام أوروبيين عشان يديروا مباراة يوم الجمعة اللي جاية كمان موقع يلا كورة قال ان مصدر مسؤول جوا الاتحاد المصري لكورة القدم اكد ان طاقم حكام مباراة الأهلي وفيرميدز بنسبة كبيرة هيكون من أحد الدول الأوروبية وقال كمان مصدر مسؤول في اتحاد الكورة يلا كورة برميدز صلب حكام أجانب لمبارياته وتم الاستقرار بشكل كبير على استقدام طاقم من أوروبا وقال كمان ان القرار في النهاية بيد لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح سواء تم الاتفاق مع حكم أوروبي أو استمرار الاستعانة بحكام من شمال أفريقيا وقال كمان لا يوجد أي جديد بشأن الحضور الجماهيري للمباراة هتقام وفقا للظروف الطبعية صاحب الأرض من حقه 3500 مشجع و500 مشجع للفريق الضيف وطبعا الكلام دا تغير تماما في خبر عاجل جلنا من دقائق أقولنا لكم عليه أن المباراة القادمة اللي هتكون إن شاء الله يمجم على جاية الساعة 6 مساء ما بين النادي الأهلي وفيرميدز هتكون مباراة بدون حضور جماهيري نهائيا كمان في الجول قال إن كشف مصدر مسؤول جوا النادي الأهلي عن عدم موجود أي عروض مقدمة لوليد أزارو المهاجمة المغربي في الفريق في الوقت الراهن وعدم موجود أي نية لرحيله قال كمان المصدر لموقع في الجول الجهاز الفني متمسك ببقاء وليد أزارو وما فيش أي عروض لللاعب في الوقت الراهن وقال كمان لا يوجد أي مخطط لبيع أزارو من جهة أخرى كمان كشف المصدر حقيقة المفاوضات مع كمان له سان فيتسو المهاجم البرازيلي لفريق كرياتارو المكسيكي وقال كمان لسان فيتسو خارج الحسابات تماما ومش هنضمه وده طبعا كان أو الأخبار دي كانت موجودة بحسب تقارير مكسيكية زعمت في وقت سابق أن فيه مفاوضات أو فيه وجود لمفاوضات ما بين النادي الأهلي واللاعب اللي عنده 30 سنة وبيملك النادي الأهلي طبعا في الوقت الحالي أربع مهاجمين وليد أزارو المهاجم المغربي بالإضافة لمروان محسن وصلاح محسن وكمان الناشئ أحمد إياس الرئيين شارك كمان وليد أزارو مع النادي الأهلي في عشر مباريات في الموسم الحالي سجل فيهم هدف واحد وصنع هدفين وقع كرة كمان آلن سلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدرب الجديد لفريق النادي الأهلي لكرة اليد وصل القاهرة النهاردة عشان يتولى مهمته رسميا في قيادة الفريق نجح مسؤولين النادي الأهلي إن هم يتعاقدوا مع ماركوفيتش لتدريب فريق الكرة اليد في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية خلفا لعاصم حمد كمان النادي الأهلي سقر على نيكولا ماركوفيتش بعد ما درس أكتر من سيرة داتية لمدربين أجانب لكن القدرات الفنية للمدرب سلوفيني العالية وخبرته رجحت كفته عشان يتعاقد معه النادي الأهلي في النهاية كمان نيكولا ماركوفيتش سبق لي ودرب أو خط تجارب تدريبية في المنطقة العربية درب منتخب الكويت وكمان منتخب الإمارات مشاهدين معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع بعد كنا نكمل معيك وبيت فقرتنا في كلام في الميلي خليكم معي تجاهنا سريعا ولسا نكملين معيك وفقرتنا في كلام في الميلي وبنوصل دلوقتي معيك لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان الأخبار محترفين في الخير اليوم السابع اتحاد الكرة يحسم الجدل ويرفض اعتماد لاعبي شمال أفريقيا كمحليين في الدنوري سوفر كورا أجير يؤجل الحديث عن برنامج الإعداد لأمم أفريقيا 2019 اتحاد الكرة يرفض نقل مباراة الإسماعيل والداخلية من ملعب كلية الشرطة المصر اليوم الاتحاد العربي يعدل موعد مبارتي الاتحاد أمام الهلال السعودي بربع نهائي كازايد الشروق كلابية هدية صلاح أجمل ما رأيته في حياتي الفجر محمد صلاح يواجه رسالة خاصة لفرمينو بوابة الأخبار محمد صلاح يسجل رقم قياسي جديد في البريمير ليج 2018 وان تري محمد صلاح رابع هدى في العالم في 2018 الشروق قاسم باشا يحدد سعر تريزي جديد كاي سبورت كلنا كولي بالي يمهير نابلي تنطفد بعد الواقعة المشينة آث اللاجري بنعطية لم يرحل عن اليوانتس سبورت 360 كاكا يحمل مورينيو مسؤوليت فشل في ريال مدريد كورا جوارديولا أشعر بخيبة أمل من نفسي نروح معكم لتفاصيل أهم الأخبار وهنبتدي بالأخبار المحلية من اليوم السابع اللي قال إن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانيا بوريدة رفض الاقتراح المقدم من عصام عبد الفتاح عضو المجلس ورئيس لجنة الحكام الرئيسية باعتبار لعيبة شمال أفريقيا كمحليين أهل أحمد شغير نائب رئيس اتحاد الكرة أنه لم يتم الموافقة على هذا الاقتراح لأنه لن يقدم أي إضافة فنية للكرة المصرية بل بالعكس هيكون سبب في قتل المواهب وعدم منح الفرصة للعبين الصغار والناشئين وطبعا دايما قلنا وقت ما نزل الخبر ده قلنا دايما ان اتحاد الكرة بيرملنا كده خبر يشوف رد فاعل الناس هيكون عامل إزاي وطبعا الخبر ده يعني يقبل بالرفض من كل الناس ومن كل الفئات لأنه احنا وقتها قلنا حتى أن ده بيقت المواهب اللي طلع مواهب الناشئين وكمان الأهم ده مش في مصلحة أكيد منتخبنا الوطني الأول لما نعتمد على تلاقي طبعا نعتمد وقتها على مهدمين أفرق هتلاقي من شمال أفريقيا اللي هما توانسة اللي هما المغربة والموضوع هيكون فيه استثال كتير طبعا من كل الأنداء واتلاقي دايما مراكز هتتأثر تأثير سلبي كبير جدا في منتخبنا الوطني الأول نروح لسوبر كورا كمان اللي قالت أن خفيار أجاري المدير الفني للمنتخب الوطني قرر تأجيل الكلام عن برنامج الاعداد لأمم أفريقيا 2019 لحد بعد يوم 9 يناير اللي جاي وطبعا اليوم ده هيشهد الاعلان عن الدولة المستضيفة للبطولة اللي بتنافس فيها مصر مع جنوب أفريقيا فضل أجاري أنه يأجل الكلام عن البرنامج لحد ما يرجع من أجاسته أجاست الكريسمس يوم 5 يناير اللي جاي وكمان بعد الاعلان عن الدولة المستضيفة للبطولة لأن في حالة أن مصر هي لتستضيف البطولة فيقام المعسكر والوديات طبعا في مصر والعكس في حالة إقامة البطولة في جنوب أفريقيا كمان الوفد قالت أن رفض مسؤول في اتحاد الكرة طلب نادي الإسماعيلي بنقل مباراة أصاد الداخلية في الدوري الممتاز من ملعب كلية الشرطة في العباسية وقرر كمان اتحاد الكرة أن هو يرد على الخطاب الخاص بنادي الإسماعيلي بنقل اللقاء من خلال التأكيد على أن تغيير ملعب أي مباراة في الدوري يرجع على الجهات الأمنية في المقام الأول بصراحة الخبر ده غريب جدا نحن إزاي بنفكر أن نستضيف أمم أفريقيا 2019 أو بالفعل كمان قدمنا أوراقنا عشان نستضيف البطولة المهمة دي ومش عارفين ننقل مباراة كمان الوفد قال أن رفض مسؤول اتحاد الكرة أو ده خلاص قلنا المصر اليوم بقى قالت أن قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تعديل معاد مباراة الاتحاد السكندري قصاد الهلال السعودي ضمن منافسات دور التمانية من بطولة كيزايد للأندية العربية الأبطال وكتب الاتحاد العربي على موقعه الرسمي بناء على اتفاق إدارتي نادي الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري بتعديل معاد مباراة الذهاب مابيني ندين في دور ربع النهائي مباراة الذهاب في مدينة الرياض يوم السبت 16 فبراير والإياب في اسكندرية يوم 25 فبراير من العام المقبل اللي إن شاء الله سيبتدي بعد بكرة كمان الشروق قالت أن يورجن كلاب المدير الفني لنادي لابعبول الإنجليزي يأكد أنه لم يكن سعيد بمرح محمد صلاح نجم الفريق ولاعب المنتخب الوطني الكرة لروبرتو فيرمينيو لتنفيذ ركلة الجزاء التانية وقال كمان كلاب خلال تصريحات لصحيفة مارور البريطانية أن لفتة محمد صلاح اللي وصفها المدرب الألماني بهدية تعيد الميلاد هي من أجمل اللفتات اللي شافها في حياته أو في مسارته التدريبية وقال كمان يورجن كلاب في اللحظة دي ما كنتش سعيد لأن فيرمينيو في التدريبات لم يتمكن من إنهاء ركلات الجزاء بشكل جيد لكن عشان أكون صادق كان من الواضح أن اليوم ده يوم فيرمينيو وقال كمان المدرب الألماني خلال تصريحاته بينتهي عام 2018 بهدية عيد ميلاد من مو صلاح أحباب اللفتة دي اللي خلت فيرمينيو يقدر أنه يحرزها ترك في المباراة ده شيء لطيف جدا وقال كمان يورجن كلاب لقد نجح فيرمينيو في تنفيذها لذلك كانت واحدة من أجمل الأشياء التي رأتها في حياتي المهنية في الحقيقة أنا لا أعرف الكثير عن اللاعبين الذين يفعلون مثل هذا كمان الفجر قالت أنه واجه الدولي المصري محمد صلاح نجم لابر برول وهداف الدولي الإنجليزي رسالة خاصة لزميلو فيرس البرازيلي روبارتو فيرمينو بعد تسجيله هاتريك في مرمى أرسنل الإنجليزي ونشر محمد صلاح صورة له مع فيرمينو عبر الصفحة الرسمية له على موقع تواصل اجتماعي تويتر وعلق عليها وقال مبروك على الهاتريك وكمان أحرى سبعة من الاثمين وثلاث أهداف هاتريك في شباك الأرسنل في اللقاء اللي جمع ما بين الفرقين مبارح بالليل ضمن مباريات الجولة إلى عشرين من البرمير ريج أو من الدولي الإنجليزي بوابة كمان الأخبار قالت إن حقق نجم منتخب مصر محمد صلاح رقم مميز ضد الأرسنل خلال مواجهة الفرقين صلاح محمد صلاح الهدف الثالث ريتز في المباراة واللي سجله زميله السنغالي سعد يوماني في الدقيقة الاثنين وثلاثين كمان سجل الهدف الرابع من ركلة جزاء وذكرت شبكة اسكواكا الإحصائية إن محمد صلاح بقى أكتر لاعب بيشارك في الأهداف في الفرامير ليج أكتر من أي لاعب تاني في سنة 2018 وكمان قالت الشبكة أن محمد صلاح ساهم في تسجيل 40 هدف مع ندي ليفرد بول في الفرامير ليج خلال 2018 كمان وانتري قالت إن تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفرد بول الإنجليزي في قيمة هدفين العام لسنة 2018 وحل المصري رابع بعد مساجل 44 هدف بواقع 37 هدف في 50 مباراة مع ليفرد بول وسبع أهداف في ست مباريات مع منتخب مصر كمان تصدر الأرجنتيني ليونال المسفي نجم باشلون الأسباني صدارة الهدفين في الدوريات الأوروبية الكبرى سنة 2018 لما سجل 51 هدف عشان يكون هدف 2018 ومتفوق على غريمه البرتغالي كيرسيان رونالد ونجم ليوفنتس الإيطالي واللي أحرص 49 هدف بقى منسي النادي ومنتخب بلادو وجي في المركز الثالث ليباندوفسكي برصيد 46 هدف في 57 مباراة كمان صحيفة الشروق قالت أن كشف نادي قاسم باشا تركي سعر بيع محمود حسن تريزيجينج من منتخب الوطني وبنحل فريق في ظل العروض المقدمة للنادي من قبل عدسيو الإيطالي واندية أخرى للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية ووفقا لتقارير تركية إدارة قاسم باشا حددت مبلغ 8 مليون يورو عشان توافق على طلب الفريق الإيطالي بالحصول على خدمات تريزيجي وبيرتبط تريزيجي بعقد مع النادي التركي بيمتد لحد يونيو 2021 مع شرط إضافة عام آخر كمان قاسم باشا ألغى البند ده أو البند الخاص بالشرط الجزائي في عقده والكلم بيوصل لخمسة مليون يورو كمان سكاي سبورت قالت أن في مشهد رائع بيؤكد التضامن مع اللاعب اللي تعرض لإهنات عنصرية لبسة جماهير النادي نابري الإيطالي أقنع بتحمل صورة المدافعة السنغالي كاليدو الكاليبالي أضافة طبعا للأميز ده اللي بيحمل اسم اللاعب خلال المباراة مباراة الفريق اللي كانت قصاد بولونيا يوم السبت 3-2 النجمة السنغالي اتعرض للإساءة العنصرية في المباراة اللي صارها نابري قصاد أنتر ميلانو بهدف نظيف يوم الأربع اللي فات ودي المرة التانية اللي بتضامن فيها مشاجعين نابري مع كاليبالي لما ارتبط بردو قبل كده الجماهير أقنع بتحمل صورته سنة 2016 بعد ما تعرض له تفات برضو عنصرية من جماهير لاتسيو في المباراة كانت بتجمع الفريقين على ملعب الأولمفيكو أسل أسفانية قالت أن ماسيميانو لاجري مدرب فريق بيبانتس الإيطالي أكد أن المدافع المغربي الدولي مهدي بنعطية مش هيرحل عن صفوف الفريق في الانتقالات الشطوية وأكد كمان أن بقاءه واحتياجه لي شيء هام في الفترة دي شدد ألاجري أو وصف بنعطية بأنه لاعب رقع وقال سيجانبنا الصواب إذ فراتنا في بنعطية أنه لاعب رقع كمان بنعطية عبر عن تزمره من قلة الدقائق اللي بيشارك فيها في الأولى الأخيرة مع الفريق كمان سبورت 360 قالت أن نتكلم النجم البرازيلي ريكاردو كاكا عن فترة لعبه في ريال مدريد واتكشف عن أسباب فشلوا مع الفريق وحمل كمان النجم البرازيلي جزء من فشلوا للمدرب البرتغالي جوزي مورينيو وبعد ذلك طبعا للإصابات التي تعرضت لها وقال كمان أولا الأمور كانت معقدة بسبب الإصابات لقد عانيت من سلسلة من الإصابات القوية واحدة منها ابعدتني عن الملاعب لستة أشهر لقد فعلت كل ما بوسعي لاستعادتي لليقتي ونجحت في ذلك أكثر من مرة لكن عندما أعود لدي مشكلة أخرى هي مورينيو مشكلتي في مدريد كانت الاستمرارية أولا بسبب الإصابات وثانيا لاختيارات المدرب وقال كمان قضيت ثلاث سنوات في محاولة لإقناع مورينيو أن يعطيني الفرص لكنه كان اختياره في النهاية كمان موقع كورا قال أن الأسباني باب جوارديالا المدير الفني لمنشستر سيتي الإنجليزي قال أنه بيشعر بخيبة أمل من نفسه بعد ابتعاد فريقه عن استدارة في الدورة الإنجليزية أو الفرامير ليج وقال كمان جوارديالا في تصريحاته أشعر بخيبة أمل كبيرة من نفسي أنظر إلى نفسي أولا قبل كل شيء بعد النتائج المخيبة للفريق في المباريات الأخيرة منشستر سيتي خسر آخر مبارتين له في الفريمير ليج أمام كريستو بالس في ملعب الاتحاد وأمام ديستر سيتي ليصبح بعيدا عن ليفرفول المتصدر مشاهدين معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معيك وبيتفقراتنا الكلام في الميديا خليكم معينا رجعنا سريعا ولسا نكمل معيك وفقراتنا في كلام في الميديا ونوصل دلوقتي بفقرة السوشل ميديا دايما بنشوف فيها آخر اللي تقال وآخر اللي حصل على السوشل ميديا الخاصة بنجوم كورة القدم ونبتدي مع محمود وحيد لعب نادي الأهلي الجديد اللي كتب على تويتر بعد مباراة امترح مع الداخلية القادم أفضل الأهلي فوق الجميع كمان أحمد حسن كوك اللعب ألم فيها القاسة اليوناني نشر صورة لي مع محمد هاني لعب نادي الأهلي على الانستجرام وكتب هو أخويا مش بالدم لكن بالقلب كمان نشر محمود حسن ترزيجي لعب قاسم باشا التوركي صورة على الانستجرام صورة طبعا دي من فرحه لكان يوم الأربع اللي فات في القاهرة وكتب كل شيء بالنسبالي الملك طبعا نتشازيجي على زفافة ونتمنى له أكيد حياة سعيدة إن شاء الله نروح بقى للنجوم عالميا وروبيرتو فرمينو اللاعب ليفر بول الإنجليز نشر على انستجرام صورة لي من مباراة مباراة مع الأرسنل والتقلق فيها وأحرز فيها هاتريك وانتهت بنتيجة خمسة واحد كتب فرمينو فوز عظيم يا أصدقاء كمان نشر تييمس ميلنر نفس الصورة وعلى طبعا الانستجرام برضو كتب الهاتريك البرزيلي ممتاز بالقدم اليمنى بالقدم اليسرى وبدون أن ينظر برضو نشر ساديو مانين صورة على الانستجرام من المباراة وكتب بوبي توقف عن خلط كرة القدم بالكارثية نشر كمان فابينو أو فابينو آسورة على تويتر من المباراة وكتب فوز آخر مهم نحن في طريقنا مبروك وخصوصا مبروك لفرمينو برضو نشر شاكيني صورة على تويتر وكتب ياله من فوز أحسنتم نشر روبرتسون صورة على تويتر وكتب ياله من طريقة ننهي بها 2018 في الانفل برود شكرا لكم جميعا على دعمكم نراكم في السنة الجديدة لالانا كمان على الانستجرام نشر صورة من المباراة وكتب طريقة سحرية للخروج من 2018 كان امفل متوهج لقد كان اللاعبين في كامل تركيزهم من أجل الفوز إلى المباراة التالية لنفعلها مرة أخرى في إيطاليا بقى نشر فاولو ديبالا لعبي فنتس الإيطالي صورة لي على الانستجرام من المباراة السمدوريا واللي انتهت بفوز اليو في 2-1 وكتب وده عن 2018 انتصار جميل لاستقبال سنة بكل ارتياح كمان نشر امري على الانستجرام صورة لي من المباراة وكتب يالها من طريقة الانهاء السنة نتطلع إلى ما سوف ندي تجلبه لنا 2019 كمان كاليرو كاليبالي لاعب نافلي اللي بتعرض دلوقتي طبعا له تفات عنصرية وللقى دعم كبير جدا من الجماهير ومن اللعيبة الكبار نشر صورة على تويتر من مباراة مباراة مع بولونيا في الدوري الإيطالي واللي انتهت بفوز نافلي 3-2 وكتب ستبقى مشاعر هذا اليوم وهذا النصر إلي في قلبي للأبد كمان نشر كاليو انشلاطي المدير الفني لفريق نافلي الإيطالي صورة على تويتر وكتب أنهاينا السنة بانتصار فوزنا بالتحدي وعملنا جيدا الآن نحن نستعد ل2019 سنة جديدة سعيدة نشر كمان كورتوها حارس ماريان مدريد صورة على الانستجرام في دبي وكتب وداعا دبي أراكا في المرة القادمة وتيرون بعت انجلاع بارني مينوخ الألماني نشر صورة على انستجرام في العاصمة الغني أكراو كتب استمتعت حقا اليوم مع بعض الأطفال المحليين الموهوبين الجميع لديه الحق في اللعب شكرا جينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل دفنا النهاردة دكتور طارق الأدور الناقض والمعلق الرياضي رجعنا سريعا ورسم كاملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورنا دلوقتي دكتور طارق الأدور الناقض الرياضي والمعلق الرياضي الكامير مسألف الله على حضرتك أهلا بك إزايك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي وعايز بس أبدأ كلامي بي تقديم العزاء لزميلنا العزيز كابتن محمد السباعي الحقيقة الله يرحمه الصديق والأخ العزيز جدا اللي يمكن احنا تزملنا في دي ام سي فترة سنتين تقريبا كنا يوميا من شكل يومي مع بعض والحقيقة الشخصيات اللي كانت جميلة جدا شخصك متفائل جدا وبيحب الحياة بيحب الناس اللي حواليه متواضعة جدا لو كنت امتبع من البرحلة النهاردة الناس على السوشال ميديا عمليهم مظاهرة في حبه يمكن كابتن محمد السباعي اي حد كان بيتعامل معاه بصراحة كان بيشكر فيه كان بيحبك وتحس على طول انه هو أخ انه هو صديق من زمان تحس ان انتو بينكو عشر حتى لو انتو متعرفوش بعض او الستمتعرفين كأنما فيه وما فيش حد ما كتبش يعني رساء وعزاء لمحمد السباعي وكان عجبني كلمة وانا محطت الرساء بتاعه على الفيسبوك واحد غد قال لي شوف الانسان انا اللحظت هو ما يعرفوش بس يقول اللحظت كله بيكتب المحترم لعله بقى الناس اللي بتتكلم دلوقتي تطعز اه تطعز تطعز كده يعني الناس دي هو قال كده يعني الصديق ده قال ايه طب يا طرح الناس دي لما تموت حتى حيقول عنا انها محترمة يعني يعني فعلا كان احنا بنشوف نجوم يعني كانوا مكسرين الدنيا وهو رجال اعمال كانوا ملي يعني مغرقين الناس فلوس ومناصب ووصايت وما حدش بيزعل كده عليهم والله اه مزبوط لكن الانسان في الاخر سيرة بقى فعيل وبصرفته مع الناس اللي حوالي الله يرحم ويرب الله يرحم ويتولى اه وينهمهم طبعا الصبر والسروان او حش حاجة في المد اكيد الفراء اه طبعا طيب خلينا نروح بقى ل النادي الاهلي ونروح للقاء مبارح لقاء النادي الاهلي والدخلية اللي انتهى بالتعايد والالإيجابي اتنين اتنين دايما النتائج دلوقتي لما بيكون فيها تعيدوا ما بتكونش مرضية لجمهور النادي الاهلي وكام بتخوفنا هل ده معناه ان احنا بنتعطل اكتر في سعياته نحو الصدارة اه هي طبعا هو شو فيه من الحاجات اللي هي اه سيئة جدا الناس قد تعتقد ان لما من بوقت تأجل فالفريق اللي مؤجل له مباريات ده حيستفيد بعد كده من سقوط الاخرين وهو هيكمل فيه انه يجمع النقاط من المبارات المؤجلة لي انما معدل التأجيل المباريات ممكن يكون لفريق وصل نهاي دوري ابطال افريقيا زي الاهلي ممكن يكون تقريبا عندما يخلص نهاي دوري ابطال افريقيا يكون في حدود من 4-5 مباريات ده اللي كان حتى في الاوقات التاريخية لنادي الاهلي في عصر مانو الجوزيه كان الاهلي بيخلص دوري ابطال افريقيا في نفس الموعيد كده تلاقي عليه اربع مباريات كان يلعب المباريات اللي هي بتقام بشكل رسمي الأسابيع مثلا إحنا في الأسبوع الـ 14 بيلعب الأسبوع الـ 14 وبين الأسبوع الـ 14 و 15 يلعب واحد من المؤجلات فبيتزني في فترة عنده أربع مباريات هو يلعب أربع مباريات دول في فترة ويرجع للعدد المناسب من المباريات نعم المرة دي عدد المؤجلات إحنا ما الأهل نهاي دولة أبطال أفريقيا كان الدولة العام في الأسبوع الـ 16 والأهل كان لعب ست مباريات صحيح فعليك عشر ايه بقى الضغوط اللي بتحصل في هذه الحالة الضغوط حصلت من حاجتين ضغط اول هو ان العدد المباراة كبير ضغط تاني ان اول مباراة الاهلي بيرجعها كان لسه خارج طبعا من من اخفاق دوري الابطال الافريقيا والبطولة العربية راح خسران اول ماتش لغاية اما الاهلي كان عنده عشر مباراة الحساب النظري انه لو لعب نفس مباراة الزمالك يتساوى معاه فبخصارة اولانية اتحطت الفرقة في ضغوط اللي هي ايه انه هيبقى فرق ثلاث نقاط يعني من الاول كده فطبعا انا لسه فرق المباراة كبير ولسه احنا منتكلف الاسبوع الثمانتاشر دلوقتي يعني الوقتي الاسبوع الثمانتاشر بداية الدور التاني وتلعب كمان مباراة من الاسبوع الثمانتاشر بقى الفرق خمسة بقى انه لو وصلت المباراة الزمالك يبقى الفرق خمس نقط فدي بتزود الضغوط صحيح ناهيك بقى عن عنصر انا مش هتعب ان انا سكره مش هتعب هو الاصابات الاصابات اللي هي عدد ضخمة جدا من الاصابات انت بتدخلي لعب يروح طلع اتنين يعني واحد شفي ودخل في التشكيل يروح طلع اتنين هذا الكم من الاصابات ماذا ده تصريحات لسارتي اللي بيطالب فيها النادي الاهلي باستقدام وفد طبي علام يجيب بطريقة دورية كل فترة للنادي الاهلي عشان يشوف الازمات الطبية اللي عندنا او المشاكل اللي بتحصل عندنا في الاصابات في اللعيبة انا قلت الكلام ده وفي قناة الاهلي من ثلاث شهور يعني حتى قلت مع الزميل ابراهيم منيسي مرة وقلت في كذا حاجة داخل قناة الاهلي هنا قلت ان لو اصابة او اصابتين قد يكونوا بشكل طبيعي موجودين لكن هاتي لي فرقة في العالم مش في مصر حاول لي متشفى فيها هذا الكم من الاصابات هاتي لي فرقة في العالم مفيش يعني انا لو شلت من اي فرقة في العالم من برشورونة من ريال مدريد من تشيلسي من منشستر يونايتد من يوفينتوس من بايرن من يونيخ من اي فرقة في العالم شلي منها اربعة من العمود الفقري اربعة او خمسة مش حولي كعشرة اللي قال لي نقصوا عشرة لا ده اربعة بس الفرقة دي حتى تبقى فرقة تانية انت هتنزيها تقولي ايه الفرقة دي مين دول فما بالك بهذا الكم انا قلت في اكتر من مرة ومش حتعب ان انا اقول ان لازم الدراسة تكون عميقة جدا ده فريق طبي وفريق نفسي وفريق بيبحث ملاعب اللي بيتمارن عليها اللعيبة يشوف wertود الفعل بتاع أرضية الملاعب يشوف المجود اللي بيعملو اللعيب برا الملعب يشوف الحالة النفسية للعيبة يشوف الأحمال قول الملاعب التدريب لأنه فجأة وقع في حفرة يعني ماشي وقع في حفرة فجاله وقلت وقع في الكاحل ماشي لماذا يكونش فيه مسح قبل كل مهارة قول للملاعب التدريب ما هو ده من ضمن الاستراتيجية أنا ساعتها الكلام مش عايز أعيد تاني الكلام بس قلت سبع عوامل لازم كل عامل يكون فيه شخص مسؤول يخش إن شاء الله بأجر ياخد أجر كبير جدا بس يقعد يفصص العامل ده من فروم ايته زاد زي ما نقول يفصصوا ويشوف ايه الأسباب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة السبعة أسباب اللي أنا قلتهم نطلع منهم بدراسة نشوف ايه الحل لكن الوقتي أنا اتكلمت على المؤجلات وضغوط المؤجلات لكن الإصابات أنا لسه كنت خارج الهواء قبل ما نقش على الهواء بتكلم على ميسي شفت في ماتش بيليا قعدت تفرج استمتعت بيه أول ربع ساعة من المباراة جاب جول وصنع جول واتنين صفر المتقدم وعمل شو ايه فضيع بصت لقيت وقع ومسي من اللعيبة اللي وقع تعرف انه مش هيكمل يعني زي محمد صلاح لو محمد صلاح وما وقع محمد صلاح في نهاية أوروبا وما قامشي أكتر من دقيقة اعرف ان فيه نوعية اللعيبة كده فيه نوعية بتتصلبط شوية لكن النوعية اللعيبة دي فأول ما مسي وقع أنا غاب دقيقة كده قلت بس مسي مش هيكمل طب ايه الإصابة عدت طول الليلة أشوفي بالتقرير الطبي بعد المباراة عشان أعرف حنتحارم من مسي قديه ده فاكهة في الكورة العالمية فبصت لقيته بيقولك ده كسر تلات أسابيع قلتل طب كويس حمد لله طالما كسر تلات أسابيع بس تلات أسابيع برضو كتير بابص لقيت مسي بعد عشر تيام رجع فيه ايه 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 الطب ده يعني عشر تيام كسر يعني ده الكسر ده بس الواحدة بمعي جبس كده شوية يعود له فيها تلات أسابيع ده بعد عشر تيام رجع وبعدين أول مباراة هم كانت فريق الطب يقولوا واحد وعشرين يوم أول مباراة العيبة بعد 17 يوم بالزبط من الإصابة ايه ده احنا بنتكلم في رامي ربيعة سنة تتكلم في أحمد فاتحي لعب نهاي الزهاب اثنين نوفمبر واحنا في آخر ديسام يعني شهرين إصابة عضلية ليه منتكلم ايه كامل إصابات إيه سعد سمير يعدوا تلات شهور إيه كامل إصابات دي أنا علي معلول لعب معنا ده في العيبة في الأهلي بتنسى أنهم بالعبوا في الأهلي من كتر ما بنشوفهم شوالا شفناهم بنشوفهم مرة كده ضيوف وبيرجعوا يغبوا تاني علي معلول عنصر مؤثر جدا راح فينا علي معلول أنا نسيت أن فيه زي ما أنت بتقولي نسيت أن فيه العيبة اسمه علي معلول مع الأهلي يقول إيه الإصابة العضلية اللي تقعد كل الكم الفترة دي وبعدين يرجع واحد يخش التاني يرجع التاني يخش التالت يرجع وهكذا فدي عنصر مهم جدا في ما وصل إليه أرجع بقى من نقطة اللي أنت قلتها فارق خمس نقاط نظريا ومن تاريخ الدوري نقدر نقول أن هي كثيرا معاوض للأهلي هذا الفترة صحيح ولكن المهم في الأمر أن نعالج الأسباب القصور دي تعالج لأن برضو الدوري خلي بالك لما بيخلص بدري ما بيبقاش ممتع يعني السنة اللي فتت الأهلي خلص الدوري إمتى قبلها 6 أسابيع قبلها 6 أسابيع كاملة وكانوا 6 أسابيع دول في شهرين يعني شهرين كان خلاص مفيش دوري خلصنا من الدوري السنة اللي قبلها نفس الكلام أما كان الأهلي والمقصة والمقصة باعد شوية فخلاص اتحسم الموقف قبلها بكتير قوي فبرضو الدوري عشان يبقى سوخ لازم يكون فيه منافسة زي كل المواسط الدوريات صحيح اللي كان فيها الأهلي والزمالك قريبين الأهلي والإسماعيل قريبين الزمالك وأي فرقتين يعني دايما بتبقى أكثر قوة لكن النادي الأهلي عشان يتجاوز هذه الأزمة بداية لازم باقي المباريات لا يفقد المزيد من النقاط صحيح بل دايما إيه الشعار أي فرقة عايزة تنافس على بطولة يقولك إيه أنا اللي علي أعمل إيه أكسب ثم نمرة اتنين أنتظر بقى سقوط الآخرين لكن اللي علي أنا بص قدامي بكسب مش بصص لحد أنا بصص اللي أنا بكسب ده حي فهي دي اللي أفقدت النادي الأهلي الفارق اللي حصل لها ده حي طيب لو كلمنا برضو فنين عن لقاء مبارح شفت إيه سبب سوء الأداء في الشوط التاني سبب سوء أداء عدة عوامل بس أنا حط بترتبهم كده نمرة واحد الحالة الدفاعية الهشة اللي عليها دفاع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة دي إيه بتحط النادي الأهلي في مواقف صعبة يعني أنا بكلم أن مثلا حتى نهاية دورة أبطال أفريقيا كان الأهلي متعادل لغاية الوقت بضلت ضيع للشوط الأول جول جيفت ديها سبعة واربعين ديها التاني ألب موازين اللقاء فأنا بالنسبة لخطأ دفاعي بعد تقدم الأهلي واحد صفر بإدفة أحمد الشيخ ويرتد بخطأ دفاعي قاتل لأحمد علاء يتسبب في هدف التعادل ده في حد ذاته ممكن يقلب تماما موازين أي مباراة يعني إيه اللي يقلب موازين مباراة حالة صمار ما يفشل في صد كورة تروح داخل الهدف بدل ما فرقة عايزة تكسب فتأخرت بجول نفس الكلام أنا فرقة قدمت بجول قطأ دفاعي تسبب في هدف التعادل ده أنا مرة واحدة يعني الأقطاء الدفاعية مش في الكورة دي بس حتى في الهدف التاني أنا لوقتي الهدف التاني مين ضغط مين ضغط في الهدف التاني لغاية رجب مسدد من مسافة بعيدة بدون أي ضغوط ده هو واخد الكورة وفردها قدامه عامل فإذا أخطأ دفاعية أما أقول الأهل يسجل هدفين طب دخل مرمى هدفين عنصر الأول هو الدفاع نمرة اتنين ودي مهمة جدا جدا إهضار الفرص بشكل يفوق أي معدلات علامية بس ده بقى العادي بتاع النادي الأهلي يهدر الكثير كثير يعني الفشل التام في ترجمة الهجمات للأهداف ليه بقى ليه ما هي دي بقى اللي لازم يشتغل عليها الجهاز الفاني أنا الفرص بتيجي المين أنا كل مباراة ثلاث كورة في القايم وكرتين في العرضة وكورة انفراد بالضيع وكورة عرضية لو جبتي ناشئ سوية ريحطها والضيع الفرص دي ده فيه في مباراة بتوصل الفرص لتسع مثلا هجمات لم يستطيع الأهلي مثلا هو يترجم واحدة بس فيهم لهدف مظبوط عشان دي تدرس لازم أنا بحط شوية عوامل كده يقولك إيه إن تقريبا المعدل التسجيل الأهداف من الفرص المحققة أيها الفرص المحققة انفراد صحيح ضرب الجزاء كورة عرضية متأشرة للاعب كورة عرضية محطوطة على ضربة رأس اللاعب موجود جوه السندوق بدون رقابة اللي هي الفرص المؤكدة كل ثلاث فرص هدف يعني فرق أجالها ست فرص محققة ممكن تبقى فأطلع هدفين الآلة بيجي له عشر على الآلة تلات يجي بجول يبقى النسبة عشرة في المية صحيح بدل ما تبقى ثلاثين خمسة وتلاثين في المية يعني تلت الفرص بتيجي أهداف يعني لو إحنا قلنا مبارح تلت باقي الفرص دي يبقى الآلة كان يجيب هدفين تاني كان يبقى كسبان مسترية فدي العنصر التالي يلعب بتشكيلات سابتة يعني لو ما تشوفي تراملز مثلا فريق جديد يلعب بتشكيل تقريبا ما بيتغرش فيه لعب أو تلي بس خليني برضو قول حضرتك أن ده مثلا كان حال النادي الأهلي السنة اللي فاتت مظبوط السبات عالتشكيل طب ما هو السبات عالتشكيل وبعدين ما الأهلك خدت دورة قبل ما يخلص لكن السنة دي بقى اللي بيحصل إيه التوافق والتمادين دي يمكن بسبب الإصابات الكبيرة كتير فأنتي ببوث ما فيش مباراتين متتاليتين فيها الروتيشن الطبيعي إلا أنا مثلا إيه ممكن أريح السلية النهاردة ونزل عشور ممكن أريح مثلا عشور وأحط فلان أحط يعني عندي إشان محمد يلعب النهاردة من يلعب اتنين من ثلاثة ما هو ده مستحيل أنه يحصل لو كل لعب كل من كل مباراة بننزل فيها يطلع لنا لعب ولا اتنين ولا ثلاثة مصابين ما هو ده مستحيل ما هو ده مستحيل هذا نمر ثلاثة نمر أربعة دعنا نصرحه مع بعض حتى اللحظة وهذا ممكن يتغير مع الانتقالات الشتوية مع الصفقة الشتوية صحيح خلينا نرقة من الانتقالات الشتوية طبعا نادي الأهلي لسه الانتقالات الشتوية لحد دلوقتي لسه فيه مفاوضات يمكن آخر المفاوضات اللي احنا عارفنا المفاوضات الأهلي مع الثاني الشاحات وربما يكون هو الصفقة القادمة للنيدي الآلي عايزين نتكلم طبعا عن الموضوع ده باستفادة ما أنا بس أريد أن أقولك حتى الآن الآلي ما عندوش المخ مين المخ اللعيب المعلم بتاع الملعب اللي هو بيدير الملعب بمخه اللي هو بتدور حوالي الكورة مين هل أنت تطلعي الوقت أما كان موجود عبدالله السعيد كان ممكن موجود لعيب زي كده أما كان زمان أبو تريكا كان ممكن لعيب هو ده هو ده اللي بيقوم بالدور ده فقدانك هو ولاعب واحد بس فقدانك لده يفقد الفريق تلات تربع قوته لازم يكون اللعيب ده هل هو اللعيب المفروض النصر مهر كان يقوم بالدور ده ده السوير لسه مش اللي هو تحتاج المزيد من الخبرة بالضبط عايز شوية خبرات على ما يبقى هو اللي بيدير اللعب حواليه ممكن مثلا كان يكون دلوقتي اللعيب زي عمرو السولية لو هو ما فيش الإصابات اللي بيكون لما يخش ويبقى هو اللعيب اللي بيدير حوالي اللعب يبتديه وصف تاني فأنا بشايف أرجع بقى لسؤالك هو الانتقالات الشتوية أنا شايف الأهلي حصل إنه رأى بالصدع اللي حصل في العديد من المراكز ببعض المراكز منهم محمد محمود أنا شايف محمد محمود لعيب مميز جدا لعيب هو في سنه الصغارة عشرين سنة ممكن مثلا ده بعد سنتين ثلاثة يبقى لعيب مهم جدا بيدور حوالي اللعب اللعيب اللي هو مفقود في الأهلي زي ما بقول محمد محمود وحيد محمود وحيد ده لعيب أنا في الوقت عندي أي من أشرف باستعين بكتير قلب دفاع ما عنديش قلوب دفاع فابتطر أن أنا استعين بلعيبة من يوم الأطراف أحطهم قلب دفاع فأنا دايما عندي دفكت في ظل الإصابات علي معلول وظل أن أي من أشرف بيخش الجوة أما ييجي محمود وحيد كلعيب أصيل في الجابهة دية ولعيب تاني حتى تانية هقولك بقى تاني محمود وحيد لو تلاحظي ما كانش بيلعب في المقصة بس باك شمال لا يلعب في نصر ملعب من ناحية الشمال يبقى رئة من ناحية الشمال لفريق الآلي دي ممكن يستعين به حتى في ظل وجود لعيب أصلي زي أي من أشرف كباك شمال فدي ممكن تساعد في حتة تاني في لعيبة من اللي ضمهم الآلي ممكن ينفعوه محليا زي اللاعب طبعا اللي نضم الجديد اللي هو الصفقة اسمه طبعا اللعيب مميز لكن مشكلة جيرالدو مش مميز مش هيلعب أفريقيا صحيح لكن على المستوى المحلي شارك مع أول أغسطس بالضبط في الدور التمهيدي لكن اللايحة بتقول مفيش لعيب يلعب لناديين مختلفين في نفس البطولة حتى لو كان لعب ماتش واحد زي ما كان لعب كده اللي هو الدور التمهيدي خالص لكن الأهلي مش مشكلة تلوقتي أفريقية الأهلي عايز فرقة تلعب محليا ده لاعب يقدر يسد الصغرات في حتة كتير في النواحي اللي هي اللي تحت رأس الحربة أو رأس الحربة الصريح في ظل يعني أن مفيش لعيبة أصحاب مستويات ثابتة في المنطقة تن وفي الندل صحيح رمضان صبحي رمضان صبحي محتاج شوية وقت أنا بقولها من دلوقتي ليه؟ رمضان صبحي لعيب كبير جدا طبعا أنت لو تلاحظي الحاجات اللي عملها رمضان صبحي من أول ما لعب هو بدأ موسم 2013-2014 وكان عنده 16 سنة وشوية يعني ملاعب للنادي الأهل الأول مرة ما كانتشتم 17 سنة حتى يكفي أن أنا أقولك أن لو قلت الدوري بتاع الموسم ده مين اللي كسبه؟ قلت شخصتي شخصانة البطولة في شخص واحد أنا أقولك رمضان صبحي لو تفتكري ماتش بيتروجيت اللي هو كان في الدورة الربعية النهائية عمل ماتش تاريخي قدام الزمالك الأهلي كسبه 1-0 عمل ماتش أكثر تاريخية أمام بيتروجيت وهو لسه لعيب عنده ما تمش 17 سنة وجابه هدفين من أربعة فاس بيه والنادي الأهلي وطلع الهدفين دول هم هدف منهم هو اللي زاد بيه النادي الأهلي على سموحها بعدما لعبه الماتش الأخير وفاس بيه بالدورة رمضان صبحي الموسم التالي عمل موسم تاريخي مع الأهلي وهو اللي كان لدور في أن النادي الأهلي كان رغم أن النادي الأهلي كان بيمر بأقل منحناياته لكن قدر أنه يشارك بشكل جيد في الموسم المحلي رغم خسارته للدورة والكاس موسم اللي بعده فازل مع الأهلي بالدورة وكان له دور كبير في فوز النادي الأهلي بالدورة عمل موسم كويس جدا سجل أهداف وحاجة الناس مش عارفاها رمضان صبحي مسجل الآن أنه أكتر لاعب عمل أسستات أو صنع أهداف في موسم واحد في تاريخ الدورة المصري صوري بقى اللي هو موسم 2015-2016 صنع 13 هدف لا يوجد لاعب حتى عبدالله السعيد السنة اللي فاتت اللي هو كان واحد من الأسستنس اللي عمله كرات كتيرة جدا وأهداف كتيرة كان عمل 12 هدف صحيح جونيور أجاييه اللي عمل موسم تاريخي مع الأهل السنة اللي فاتت كان عمل 11 هدف ده عمل 13 يعني تاريخية مفيش لعيب صنع في موسم واحد 13 هدف ده عمله رمضان صبحي طيب رمضان صبحي بقى اللي قعد سنتين أسر لكة البودلاء وسنة في هازفيلد أو نص موسم ما كانش بيلعب بشكل أساسي لعب دقايق معدودة نقدر نقدر لعبه في المواسم دي ما تنتظرش منه أنه يخش يندبك لكن هو كلعيب عنده إمكانيات يقدر يلجع فأنا شايف أن رمضان صبحي لازم يلعب كتير يمكننا نشوفنا تصريح رمضان صبحي على صفحته على تويتر قال أن راجع مصر عشان أساعد فريق طفولتي نادي الأهلي في البطولة الأفريقية وعشان أقدر كمان أني أرجع مرة تانية لمنتخبنا الوطني هم الهدفين اللي حطوهم فعلا بس خلي بالك رمضان صبحي لازم يتعامل معاه زي بالحقيقة كامل الإشادة من محمد يوسف اللي عمله مع أحمد الشيخ تقدر تقول إن أحمد الشيخ من أول مجاه من مصر المقصة زمان الموشب الأولاني اللي لعبه 2015-2016 اللي ملعبش فيه ولا مباراة مع الأهلي ثم راح راجع المقصة تاني تقلق وخد هدف الدوري رجع الأهلي تاني ملعبش مين اللي لعبه؟ مين الوحيد اللي لخطه بلا هوادة حتى وهو وحش محمد يوسف صحيح جاب له ثلاث جوال وجول في البطول يعني جاب له أربع أهداف شوية دول فتحس إنه هو اندمج ورجع هو أحمد الشيخ بتاع المقصة اللي كان هدف الدوري فلازم رمضان صبحي بكرر تاني يتعامل معاه كده يعني رمضان صبحي أول ما يلعب وحش يقول بقى لا خلاص يقعد لا إلعب يا رمضان يا صبح إلعب وإلعب وإلعب هيكون على تلات أربع مباريات تده يخش في الأجواء ويبتدي يبقى رمضان صبحي اللعيب المؤثر صحيح حسين الشحات الشحات ده اللعيب مهم جدا جدا أنا شايف إن لدرجة هقولك هاد لو الأهل جاب حسين الشحات اقفل الترباس خلاص ويقفل الباب كفاية ليه؟ لأن في لعيبة حيفيده في أماكن معينة أماكن معينة هي اللي حيفيده النادي الأهل في زي محمد محمود زي ما قلت لك لعيب اللي هو حيدور اللعب وحيكون كده محمود وحيد يقدر ينفعني باك شمال يقدر ينفعني هفاك شمال جرالدو يقدر ينفعني تحت راس الحرب ويقدر ينفعني كراس حربة صريحة حسين الشحات لعيب يكاد يكون ينفع الأهل في كل مراكز الملعب حسين الشحات أما كان في المقصة لعب باك يمين ينفع باك يمين حسين الشحات أما كان في المقصة كان بيلعب هفاك يمين حسين الشحات في العين بيلعب تحت راس الحربة ينفع تحت راس الحربة حسين الشحات كان بيلعب جناح شمال رغم أنه أصلا باك يمين سيلعب جناح شمال يعني خد الملعب بطوله من الدفاع للنص للهجوم وخد الملعب بعرضه لعب في الجابهة اليمنى وفي الأمود الفقر للملعب اللي هو تحت راس الحربة جوه الملعب زي ما بيلعب مع العيد ولعب بعض الأوقات المما يمشي في المقصة في المكان ده وش مال فإذن لعيب بيلعب في المحاور التلاتة الطولية والمحاور التلاتة العرضية هو ده اللعيب اللي أنا بقولك بعد كده الأهل يتربس يقوله خلاص مش عايزنا حد تاني طيب بعيدا عن صفقات النادي الأهلي النادي الأهلي عنده لقاء أكيد هام ومرتقب يوم الجمعة اللي جاية قصة بيرمز شايف النادي الأهلي محتاج يحصل فيه أو يعمل ايه قبل اللقاء ده النقطة الإيجابية هو إن فيه مدير فني جديد ده مش تقليلا من محمد يوسف ده محمد يوسف قادر الأهلي اللي بطورة أفريقيا قبل كده أكيد تواعيب وانا قلت لك أشد تبيه وانا قلت لك أشد تبيه لكن فيه حاجة سمعت شوك يحصل كده للعيبة اللي هو إيه الصدمة اللي بتحصل للعيبة أما ييجي مدير فن جديد كل اللعيبة بتبقى معاه سواسية فكل واحد عايز يقتل نفسه عشان ياخد فرصة من جديد هي دي العنصر الإيجابي اللي أنا شايف في مرات بيرمز إن تحت قيادة لصارتي الأول مرة هيكون فيه مدير فن جديد كل اللعيبة اللي حتلعب عايزة تموت نفسها عشان تهجز نفسها مكان في الوقت اللي بعدين كل بقية الموسم بقى والموسم الجاية لأن نظرتي برضو لو أما يكمل مع الآلي هيكون فيه لعيبة خلاص حطوهم في دماغه إن هم ده العمود الفقري بتاعي إلا أنا ببدل عليه بعض اللعيبة أو بعمل الروتيشن الطبيعي اللي بيتعمل في أي حتى في العالم لعب أو اتنين كله ماتش على حد أقصى لكن اللي هيزبت وجوده وحيبقى موجود هو ده اللعيب اللي هيكمل مع النادي الآلي بعد كده فأنا بأعتقد إن دي نقطة إيجابية جدا تولي مدير فن جديد مع أول لقاء هيقبله النادي الآلي اللي هو لقاء بيرامدز اللي هو لقاء مع المنافس المباشر خدي بالك صحيح أي مبارات فيه أربع مبارات للنادي الآلي مع المنافس المباشر رايح جاي مع بيرامدز ورايح جاي مع الزمالك الأربع مبارات دول من وجهة نظري هكون لهم دور كبير جدا في تحديد شكل المنافس على اللقاء نروح لدوري أبطال أفريقيا والقرعة كانت يوم الجمعة اللي فاتت الأسفارة عن وقوع النادي الأهلي مع بيت كلاب وسيمبا وكمان نادي شبيبة الثورة شايف الأرعة دي وقع المجموعة تحت النادي الأهلي عمنا ساي شوفي هنقول بصراحة بموازين القوة دايما أبدا نتكلم بأنصرين موازين القوة كأسماء عندها وموازين القوة الحقيقية على أرض الواقع يعني إيه على أرض الواقع يعني مثلا نادي كوتوكو الغاني يلعب دوقتي فيه على فكرة فيه كونفدرالي موجود وتأهل وهيلعب في الكونفدرالي هل كوتوكو ده أنا أسمي باسمه مكان كوتوكو وصل للنهاية دورة أبطال أفريقيا خمس مرات متتالية فريق اللي فاز باللقب سنة سبعين الفريق اللي بعد كده يعني عمل إنجازات كويسة جدا ونجح في أنه يكون دايما بوعبه للإنجازة المصرية لما كان بيلعب مع الإسماعيلي زمان أو مع النادي الأهلي بعد كده في فترة التمانينات لا أنا بقيس على المستوى الحقيقي الوقت بالقياس للمستوى الحقيقي بمنتال أمانة مجموعة الأهلي في المتناول تماما تعتبر مجموعة سهلة سيمفا فريق ملوش أي تاريخ أفريقي أفضل نتيجة عملها إنه وصل للنهاء الكاف كاب اللي هو كأس الاتحاد الأفريقي سابقا قبل ما تدود بانج مع كاس الكؤوس وتبقى كاس الكونفدرالية وتعاملت بطولة واحدة وصل للنهائي الكاف كاب في عام 93 عادة ذلك ملوش أي تاريخ في أفريقي خالص لو وصل الأدوار متقدمة ولا عمل أي شيء فريق هو يعتبر إنجازات كلها في بلده مع يانج أفريكنز هم الأهلي والزمالك بتوع تهنزاني صحيح بس طبعا يانج أفريكنز أعلى منه يعني الدوري مثلا خد يانج أفريكنز الدوري 27 مرة بينما سيمفا خده 19 مرة بس هم الاتنين الكبار فده سيمفا شبيبت الصورة أول مرة يشترك في فترة أفريقي ليس له أي تاريخ خبرات عارفة سجل إنها دي تفتح الدولاب كده بتاعه فقط تلاقيش ولا كاس حتى الدرجة التانية اللي كان بيلعب فيها ممكن فيها أندية تلاقي في مسارته أو الكؤوس اللي خدها خد بطولة الدرجة التانية لما صعد للممتاز كان تاني الدرجة التانية ما خدش حتى بطولة الدرجة التانية في الجزائر فما عندوش أي كاس ما عندوش أي لقب لا دوري ولا كاس ولا أي حاجة فجأة خد وصيف بطل الدوري الجزائري ودي الطفرة اللي عملها أما خد وصيف البطل ده الدلو مقعد في دور الأبطال فطبعا فريق بلا مقومات بس أكيد حتى لو بلا مقومات ده خلينا برضو نبصر يعني فريق صعد لنا دوري المظالم زي عندنا كده لفجأة بقى وصيف الدوري الممتاز عندهم فأكيد طبعا ما هي دي النقطة اللي أنا عايز أقولك عليها ما هو ده زي جيمة أبا جيفار ما هو برضو كان في الدرجة التانية صعد ورحو أخذ الدوري التانية وهو لعب النادي الآلي شوفنا كان منافس قوي لنا دي الآلي هو هناك كان منافس قوي هنا ما كانش ما كانش وحصل أترجعينا تاني كم فرصة عدت يوم هنا تسعة تسعة فرص برافو عليك إنك عدت يوم بمقومات المعايير العالمية ما نقول من 30 إلى 35% من الفرص يعني التلت يعني كانت تسعة دول يجي منهم تلت أهداف واتنين يبقى خمسة وصفر المفروض المفروض لكن هي دي واحدة من المشاكل فنتكلم على شبيبت الصورة قوته في أنه فرق من شمال أفريقيا ما دايما فرق شمال أفريقيا حتى لو عندهاش تاريخ بيبقى إيه منافس قوي وعنده طموح فيتا بقى هو من وجهة نظري المنافس الأول في المجموعة لهذه البطول فيتا وصل لنهائي الكاس الكونفيدراليه السنة اللي فاتت صحيح فيتا سبق له قبل كده فاز بدور الأبطال سنة 73 ياما كانت بطولة أفريقيا لأن دي أبطال الدوري فريق يعني عنده تاريخ وموجود في الفترة يا دكتور البابنين نرجع كده للسبعينات والثمانيات بحيثنا نتكلم عن فريق تاني آخر يعني خالص بزا فريق آخر يعني حتى لو كان عنده عشرين لقب في السبعينات مش هتفيده للوقت في أي حاجة أنا معاك زي كانوا النيويندي لو جالي كانوا النيويندي هو كان النيويندي بتاع التمانينات بكاس مدى الحياة على مستوى دوري أبطال أفريقيا أما خدها 73 و75 و77 ده لو جيد الوقت يا حيب أهو لا ده حاجة تانية فإحنا بنتكلم عشان كده بنتكلم على المستويات الحالية لما بكلمك على المستويات الحالية سيمبا مش منافس قوي بمنتال أمان وشاببت الصورة مش منافس قوي صحيح وصيفة البطل للدوري الجزائري لكن مش هو اللي عنده خبرات النادي الآن ليه قلت فيتا رغم أن فيتا خد اللقب في السبعينات الأخيرة لغاية من كم أسبوع كان موجود في نهاية الكونفدرالية يعني فريق كان موجود لغاية كم يوم فاتوا في الكونفدرالية عشان كده بقولك فيتا هو المنافس المباشر والطبيعي أن الأهلي وفيتا هم اللي صعادهم المعربة شايف أن النادي الأهلي وهو وفيتا كلاب هم يعني الأقرب الأقرب لصور طيب نروح بقى لملف أخر استضافة مصر للأهم الأفريقية كان 2019 شايف ده ازاي شايفها بعينين عين حلوة وعين مش قوي ازاي بقى مش هقول وحشة العين الحلوة اللي أنا شايف إن استضافة بطوط كاس الأهم الأفريقية فرصة إن نترجع لمصر حاجة كتير قوي مفتقدينها هل نستطيع؟ نقدر كنظري الملعب الموجودة ديت في ملعب كتير منها أصلا بقت متاح في دلوقتي يعني أما أقول استاذ القاهرة واحد من الملعب استاذ القاهرة لكل أسبوعين خلاص ناقص أسبوع وبعد كده نرجع لأ أصلاحنا هنشير نجيلة كلها وطلع فيها مشاكل بالظفر إيه اللي بيحصل ده؟ هو ماتحف أنا مرة رحت لأستاذ القاهرة حسيت يا أنا بزور كده مكان كده زي ما تروح مثلا برج إيفل في الفرنسا بتزوري ماتحف كده وبتاع يعني بقى التراب على الكراسي وبقى ماتحف فإحنا لو زبطنا استاذ القاهرة ما احنا منلعبش عليه هنرجع استاذ القاهرة هنرجع استاذ الكلية الحربية هنرجع استاذ الدفاع الجوي وملاعب بتقام عليها المباريات باستمرار هنرجع استاذ بورسعيد هنرجع استاذ اسكندرية إنه بقى يستضيف المباريات الكبيرة مش كل مباراة كبيرة حطتها في برج العرب لا استاذ اسكندرية ده اللي هو في وسط اسكندرية استاذ التحفى المعمارية الجميلة أول ملعب استضاف استضاف دورة بحر المتوسط استضافتها مصر ساعة 55 كل الكلام ده نشوفه من جديد قادي العين الحلوة اللي هي تشوف أننا منظمين نفس الوقت برضو باجي هنا اطلع واقول مثلاً الإسماعيلي طلب أنه هو يغير مكان مباراة بتاعته ما فيش مش هينفع عندنا مش هيكل مش قادرين هي دي نقطة بقى العين اللي مش حلوة بقى إن أنا عمالة أقول إيه الجمهور يحضر هنا ولا ما يحضرش النهاردة طلع طلع لسه من دقايق قرار بإقامة مباراة الأهل وبيراميز بدون جمهور صحيح طيب لازم نرجع الجمهور خليني بس أقول الخبر للأسف هو عجل بس سيئ جداً غياب أحمد فتحي لمدة 6 أسابيع بسبب صبته في العضلة الأمامية تخيلي شهرين وبعد 6 أسابيع تاني يعني فتحي قوة هائلة مزق يعني الإصابة دي تشخصت إن هي مزق في العضلة الأمامية طيب نتكلم على 6 شهرين وبعدين شهر ونص كمان ده ياريت يكونوا شهر ونص مفيش إصابة عندنا قال عليها 6 أسابيع وفعلاً كانت 6 أسابيع لا ده 6 أسابيع تروح مادة اللي تبقى مثلاً 10 أسابيع بقوا شهرين ونص وشهرين و14 ونص يعني نص موسم أو موسم كامل فطبعاً للأسف الشديد اللي بنقول عليها الوقت يهو بيتحقق قدام للأسف يعني أنا أسف جداً على الخبر اللي بنكت بي على الناس ده لا أحمد فتحي قيمة كبيرة جداً أسف النادي الأهلي دكتور تاري الأدور مشكرك جداً على وجودك معينا نهاردة نورتنا أجيد في كلام في الميديا الله يخليكم تشكرين وشكراً لكل السادة المشاهدين اللي استحملونا الشهد مشاهدين شكراً لحسن المتابعة شوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من كلام في الميديا الساعة 5 مساء يوم سعيد على حضرتكم اشتركوا في القناة